اجرى وزر الخارج السنة وانية يوم الجمعة مشاورات سياسية مع نظري السويسري ديديا بارك هالتر في بكين واثراء اللقاء عقد كل من وزيري عقد وكول من وزيري الخارج السنة والسويسري مؤتبرا صعفيا وفي الاجابة على سؤال حول القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية قال واني ان تجربة النووية الاخيرة لكوريا ديمقراطية تعد انتهاكا لقرارات الامم المتعدة وتخالف احداث النزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية مضيف ان الصين تؤيد الاستجابة اللازمة من قبل مجلس الامن الدولي عبر واني عن امره في ان توقف جميع الاتراف عن التصريحات العاطفية وعدم القيام باشياء تثير التلاقضات لا يجب اثارة الموجه بل يجب دفع بحظم لتحقيق حدف النزع السلاح النووي وسائل السياسات تفضي الى الحفاظ على اكثر طويل الامر في شبه الجزيرة الكورية مما يشجع الاطراف المعنية للأوضر الى المحادثات السوداسية برغم ان الصلاة تعتبر من اطراف التنقضات الرئيسية للقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية لكن ستواصل دار حكا قوة للحفاظ على السلام ولا بدار المنائي في تعامل مع القضية النووية بشبه الجزيرة الكورية بشكل مناسب ترجمة نانسي قنقر